تورق في الصلاة بالنسبة للمعموم من مكان يضايق من بجنبه أيهما أفضل أن يتورق أو يتركه لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يتورق إلا يتكع على من بجنبه التورق في الصلاة معروف أن تنصب اليمنى وتخرج الوسرة من الجانب الأيمن وتتورق يعني تضع وركك على الأرض وهذا ينجي بنا لسنة جافة قليلا ربما يكون الصف متضايق الناس مزدحمون فيه فتؤذي من إلى جنبه فهنا اجسمى عندنا شيئا فعل سنة ودفع أذى عن المسلم أيهما أولى فعل السنة أو دفع الأذى دفع الأذى لأن أذية المؤمن ليست بالهينة أذية المؤمن ولو بالقول فضلا عن الفعل الذي يحصل في الصلاة ويشوش عليه الصلاة أذية المؤمن بالقول أو بالفعل يقول الله الزواجل فيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره وخرج مرة على أصحابه وهم في المسجد يسلون ويجهرون بالقراءة فقال كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة وين الأذية الأذية أنك إذا جهرت شوشت على اللي حولك تشوش على اللي حولك فتؤذيه فتؤذيه ومن ثم نعرف أن بعض الإخوة الذين يصلون بالمقرفون الذي يسمع من المنارة ويشوش على المساجد التي حوله أنهم ليسوا على صواب وأنهم إن لم يكونوا آثمين فليسوا غانمين إذ لا فائدة من رفع الصوت على المنارة ما الفائدة منه هل في فائدة أبدا ما في فائدة فيه مدعاة للكسل لأن بعض الناس اللي في في البيوت يقول توهم صلي تو بادي أصف إذا بيقى ركع رحلة ثم يمكن يروح لبيقى ركع ولا يذرك ركع ففيها مدعاة للكسل وفيها أيضا أذية للجيران ربما يكون بعض الناس مريض قلق كل الليل سهران أذن الفجر فصل الفجر ثم رقد ليستريح فيأتي هذا الصوت القبير فيزعجه ولا ينام هذه أذية والمساجد الأخرى أيضا تتعدى بلغنا أن بعض الناس لما كبر المسجد اللي بجاره نعم تابعه 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 هذه أخلال بمتابعة إمامه ما سببها سببها هذا المكرفون اللي يسمع من المنارة وبلغني عن بعض الناس قال إن لنا مسجدا قريبا منا قراءة إمامه جيدة أداء طيب وصوت جميل وإمامنا من الناس اللي تمشي حاله فكان إذا قرأ الإمام اللي بجارنا تابعته وأنصدت لقراءته وخلت إمامنا يسرح هذه أذية أذية عظيمة وأنا دائما أفكر ما هي النتيجة التي نحصلهم وراء هذا ثم لو فرض إن هناك مصلحة لو فرض إن هناك مصلحة يقابلها إيش الأذية والرسول قال لأصحابه خاطب أفضل القرون خير القرون يقول لا يؤذين بعضكم بعضا فجعل ذلك أذية وصدق الرسول إنها أذية فهذه قاعدة انتبه لها ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية فهذا المتورك لا تورك إذا كان بتوركه يؤذي جاره فلا يتورك وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لتورك فإن الله تعالى يثيبه لأنه يكون كما قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة ترجمة نانسي قنقر